أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأذلك خلال استقباله وفدا من أعضاء مجلس حوكمة برنامج جسور التجارية العربية الإفريقية وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع الثالث للمجلس وخلال هذا اللقاء شدد مدبولي على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تدعيات كورونا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية